طيب دلوقتي مشاهدين نروح لموجز لأهم الأنباء موجز الثامنة مع منا الشراوي تفضلي منه شكرا لك أحمد أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زنبابوي في مختلف المجالات وخلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زنبابوي طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى رئيس أميرسون ماننجاجوا وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس أشار إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع جانب الزنبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك من جانبه نقل المسؤول الزنبابوي للرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس ماننجوا أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات التنائية بين البلدين استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمدينة مصر للدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجه الرئيس السيسي بسرعة لانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة وفقا للجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها وتوفير فرص عمل لشباب داخل تلك المنشآت أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس أن كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 قد انتهت بشكل تام استعدادا لعملية الإطلاق اليوم على قمر فالكون 9 التابعي لشركة سبيسكس الأمريكية وأوضح رئيس الشركة أن القمر الجديد يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث وسيكون البديلة لقمر نايلسات 1201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في 2028 أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحوار الذي سينترق اليوم يعد فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية وفي كلمة له جدد البرهان دعمه للحوار وتقديم كافة التسهيلات من أجل ضمان الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزهة ودع البرهان القوى السياسية المختلفة بمختلف مكوناتها إلى المشاركة في الحوار الوطني وتجاوز خلافاتها أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة واحد ونصف مليار دولار لأوكرانيا ما يرفع إجمالية حزمة الدعم المخصصة لكياف إلى أكثر من أربع مليارات دولار وقال بيان صادر عن البنك الدولي إن هذا التمويل يخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين ومع المساعدة الجديدة تم صرف حوالي ملياري دولار حتى الآن أعلنت السلطات المحلية في المكسيك مقتل خمسة تلاميذ في المرحلة الثانوية وامرأة خلال عملية إطلاق نار في شارع وسط المكسيك ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل ثماني نساء وثلاثة رجال في هجوم على فندق في سي لاياف في وسط البلاد ورياضيا وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مساء أمس إلى ملاوي لمواجهة منتخب أثيوبيا غدا الخميس في الجولة الثانية من التصفية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كان مدافع منتخب الفراعين ياسر إبراهيم قد تعرض لنزلة برد منعته من السفر مع البعثة بينما قرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا استكمال تأهيل المدافع محمد عبد المنعم في القاهرة ختم الموجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل